السلام عليكم أهلين فيكم في فيديو جديد واليوم رح نتكلم لكم عن الملاحظات في كثير من الأشخاص قاعدين يكلموني الآن قدوا الملاحظات حقينهم يقول فرمة الجهاز ولا رجعت للملاحظات وهو حسب أنه حط الملاحظات عنده في الاي كلاود أو في حساب ثاني فرح نتكلم معاكم الآن شي المشاكل اللي تضح لحق بعض الناس مسوينها حتى لو أنهم مسوين السنك أو المزامنة مع الحسابات حقينهم فكبداية أول ما تشق الجهاز وكل شي هو أنك تستخدم جهازك الآن تأكد خش العديدات ونزل تحت طبعاً لازم تعرف الاي كلاود حقك شنه اليميل بعدين تنزل تحت تروح حق الملاحظات تشوف هنا الحسابات هنا الحسابات هذه الايميلات حقتك وتضغط هنا راح تشوف ايميلاتك كلها النشط والغير نشط عادي لكن تتأكد أن أي ايميل تفتح عندك تشوف هل أنت نشغل الملاحظات فيه ولا لا إذا كنت بيت تسوي مزامنة مع الايميلات حقينك ومش الاي كلاود كيفك أنت أنا بالنسبة لي مخليهم كلهم على الاي كلاود كل شي مشقله هنا في الاي كلاود فأبي حساب واحد بعض الأشخاص يقول لك لا أبي حسابين أو أبي ذلك الحسابات حساب لي مثلاً الاي كلاود حساب مثلاً للدوام يكون يميلح حق الدوام محتوط هنا وملاحظات الدوام تكون موجودة فيه فتقدر تنقل بينهم بطريقة سهلة راح أوريكم الآن لو تخش هنا لحساب الافتراضي شي هو الحساب الافتراضي الحساب الافتراضي اللي هو أول ما تفتح الملاحظات عندك كيف كنت ملاحظات كذا أي ضغطة تضغطت هنا بتسوي ملاحظة جديدة خلاص هذا راح يكون وهو الاي كلاود لا راح يكون أي حساب ثاني خلاص وارد الاي كلاود ونقش على الإيميلات حقتي ونشغل إيميل ثاني مثلاً الدوام أشغل ملاحظات في الدوام عندما نشوف فلو أرجع الآن راح نشوف إيميل ثاني الدوام يكون عندي حسابين الدوام ما في ولا شيء محطة شيء الأي كلاود عند مرتبهم هنا ومسوي حافظات وكل شيء تقدر تسوي حافظات تقدر تسوي أشياء كثيرة بكيبك أنت ما عليم المواسب هنا لهاشتاقات وغيرها لكن هذه الطريقة تفتح إيميل جديد أو قصدي ملاحظة جديدة وتكتبها هنا راح تلقي الملاحظة والردل راح تكون لديك على الأي كلاود راح نشوف الملاحظة عندى هنا تقدر تسحب الملاحظة تقدر تشيل الملاحظة عندك فالطريقة سريعة وبكيف أنت ترتيب هنا فهذه الطريقة في هذا الطريق أوضع أشياء إيميل ثاني تسوي إلى أشياء لك الإيميل ان تكون في أشياء جديدة تستخدم لacre أعجل أصنع اغلاثي بالأي كلاوت وكيف لكن أهم شيء يكونون حساباتك في وهناك using the cloud اخدر الله لو ضاع جهازك تقدر توصل حق ملاحظاتك طبعا طريقة مثل الملاحظات السريعة مثل ما نشوف فوق الملاحظات السريعة هي لو تفتح أي موقع عندك مثل ما نشوف تضغط هنا وتنزل تحت تقدر تضغط هنا مثل ما نشوف ويضيفها لك ملاحظة سريعة وتقدر تكتب فيها وكل شيء بس يكون في خاص سكشن في الملاحظات السريعة مثل ما نشوف طيب الآن بعض أشخاص وجهته مشاكل في أشياء ثانية طبعا برضو في كلمة سر تقدر تحط حق اي كلاود أو الحق الملاحظة نفسها وتقدر تسوي لك حساب ثاني في الجوال هنا لو شقلت هذا الخيار انتبه حتى لو بشقلك خيارات الاي كلاود والمزمنة لو شقلت هذا الخيار راح تواجه أشياء ثانية أنه في ملاحظات في الجوال هذه في الجوال تكون لو تفرمت الجهاز حقك لو سويت أي شيء في الجهاز ضاع الجهاز عليك ملاحظات اللي راح تكون في الجوال ما راح تقدر توصل لها خلاص جهازك مش موجود عندك راحت عليك طبعا في خيارات ثانية برضو بعض الأشخاص يقول لك الحذف ملاحظاتي أو حذفتها بالقلط لو تحذف الملاحظة راح يكون عندك سكشن خاص في سلة المهملات ففي كل الحساب راح تشوف هنا مثل ما نشوف سلة المهملات تقدر تضغط عليه وتقدر ترجع الملاحظات هذه اللي حذفتها أو تقدر تحذفها على طول كيف كنت فهذه طريقة الملاحظات عندك لازم تتأكد وين ملاحظاتك محتوطة برنامج ملاحظات مش بس ملاحظات في أشياء كثيرة يعني بعض الأشخاص إلى الآن يستخدمون برامج لحق سكان ما يحتاج تأخذ لك برنامج سكان في أشياء مثل ما نشوف الخطوات تقدر تسوي لك جدول تقدر تسوي لك أشياء كثيرة في برنامج ملاحظات تقدر تضغط هنا وتسوي لك سكان لحق الملفات مثل ما نشوف نضغط هنا لو عندك ورقة قريبة يمك أو أي بطاقة عندك مثل ما نشوف متى تسوي لها سكان بس بعد الجوال كده كده تسوي سكان وصارت هذه تقدر تسوي لها نسخ تقدر توديها تقدر تسوي مرة ثانية تقدر تقص تقدر تخليها ألوان بدون ألوان بكيفك تقدر تسوي لها مشاركة بي دي اف خلاص ملف جاهز عندك ما يحتاج برنامج ما يحتاج شيء فهذه الطريقة لحق الملاحظات بعض الأشخاص واجهتهم حركة هذه انتبه لها عندك حساب من حساباتك هنا مثلا لو نقول هادhl الحساب انت قلت عليك انت يضعك به ملاحظاتك جاي يوم من الأيام غيرت الرقم السري لغيرت الرقم السري سيتوقف هنا وانت اكمل جايكonna اشعاري يقول لك غير رقم السري ووقف الحساب وانت مكمل قاعدت اضع في ملاحظات وعرف الملاحظات إلي pre- zodiac لmillimeter تحط��ة برنامج واقفه الآن ما نحفظه في الحساب موصله جايا ما توصله في، يلني تحفظ ملاحظات لكن موصلت الجميلة إلى الآن معلقة تقدر توصل لها الملاحظات دي لكن إذا فرمت جهازك أو قيرت جهازك أو ضاع جهازك لا تتوقع أن الإيميلات حقتك أو الملاحظات حقتك راح توصل لها هذا بعض الأشخاص اتضح لهم هذه الشي بعد ما كنت أبي حاول أساعدهم في النهاية قال لي دي الحركة أن غيرت الرقم السري قبل سنة أو سنتين ولا سجلت دخول مرة ثانية هنا كده الملاحظات اللي جلسي حفظها بحسابه للأسف ما وصلت للجيميل هذه طريقة أتمنى لحق أي شخص يغير حسابه لازم ترجع تخشي ملاحظات وتخشي على الحسابات وتحط الرقم السري الجديد علشان تتم ملاحظاتك ونسوي لها مزامنة طيب كيف أعرف أن الملاحظات حقيني وصلوا في الآيكلاود ما يبي له شي خلاص ملاحظاتك محطوا في الآيكلاود راح توصل لكن إذا عندك مثلا آيباد لو نفتح الآيباد مثلا ما نشوف أنا ملاحظات حقيني اللي في الجوال كلهم موجرين في الآيباد نفسهم بالضبط فأنا سويت معكم قبل شوي الاسكان لحق مثل ما نشوف هذه فأهلا ترجعت عندي هنا هذا هي لو بسوي شي ثاني هنا مثلا لو برسم طبعا تقدر تسوي ملاحظات تقدر تكتب بس مهم رسمت سويت شي الآن راح ترتفع عندي وراح توصل عندي هنا بعد ما يسوي المزامنة مثل ما نشوف وصلت عندي هنا هذه تسوي المزامنة طيب أبي أوصل حق ملاحظاتي راح يفتح معاك هنا الموقع وما يحتاج كميوترك الخاص مثلا في الدوام ما أخذ لابتوب صديقي وكتبتي يحط مثلا ملاحظات حقتك عشان تجيك في الجوال أي مكان يعني ما يحتاج الجهاز حقك لأنه موقع راح تسجل فيه دخول عادي كأنك تفتح يميلك مثلا فضغط تسجيل الدخول بعد ما تضغط تسجيل الدخول راح يقول لك حسابك إذا ما أن هذا كميوتري لكن إذا مش كميوتري فتقدر تضغط هنا وتضغط حساب الجديد كذا فتح معانا بعد ما تضغط الرقم السري بعد ما تفتح هنا طبعا مش بس ملاحظاتك راح تقدر تشوف صورك راح تقدر تشوف الأسماء حقينك الأرقام الإيميلات على الجيميل الدرايف حقك إذا كنت رافع أشياء في الدرايف مثلا ما نشوف كل شيء هنا الملاحظات حقينك راح تشوفهم هنا فتقدر تضيف أو تشيل من أي شيء جهازك مش موجود يمك وتبي تفتح مثلا الملاحظات أو تبي تطلع رقم جوال تقدر تصوي الأشياء كلها طبعا على two-factor authentication إذا كان عندك أو في ساعتك بكيف أنت البيجز إذا كان عندك مثلا رافع document snack number box keynote find my إذا جهازك ضايع الأشياء كلها هنا موجودة فلنفتح الملاحظات مثلا ما نشوف ما أني أنا حط الملاحظة اللي قبل شوي حطيناها في الملاحظات في like cloud راح نشوف الملاحظة موجودة عندنا هنا تقدر تلعب فيها تقدر تسوي أشياء تقدر تغير أشياء هنا موجودة فيها وراح تنتقل عندك برضو في الآيفون في جهازك في أي جهاز عندك يعني لأن هذه أي حركة تسوي هنا راح يكون عليها تحديث من الجهاز حقك أو جوالك وينضاف عليها التحديث الجديد اللي سويتين تبي تحدث الشيء بكيفك أنت تبي تسوي أشياء جديدة عندك في يعتبر هذا الشيء الآن اللي فاتح حتى الملاحظات وهو نفسه نفس جوالك ملاحظات كاملة تبي تفتح مثلا الأسماع حقينك تغير الشيء عندك الريمايندرز كل شيء هنا موجود نفسه نفس جوالك وهذا بالطريقة إذا كان مثلا ما عندك آيباد ونت حطيت ملاحظة ونت من الأشخاص اللي أوه أبي أتأكد الملاحظة موجودة في الآيكلاود تفتح هذا الحساب أو حسابك في الآيكلاود في الموقع وراح تشوفه تقدر برضو تأخذ شيء من الكمبيوتر أو تقدر تسوي لها export هنا مثل ما نشوف تقدر طبعا فيه أشياء كثيرة وشرحت من الزمان أصلا الملاحظات شرح مكثث فتقدر مثلا تسوي لينك لحق واحد من الشباب أو شخص يقدر يخش على الملاحظات يقدر يعدل عليها تكونون أنتوا اثنينكم مع بعض يعني تعدلون أشياء تسويون خطط ففيها كل أشياء تقدر تروح مثلا drive مثل ما تكلمنا من قبل تقدر ترفع شيء مثلا من الكمبيوتر عندنا نرحق أي ملف نقدر نسوي سح من جهاز الكمبيوتر عندنا ونحطه هنا فالملف هذا راح ينزل عندنا في الاي كلاود ورح يقدر أشوفه في الجوال راح يقدر أشوفه في الايباد راح يقدر أشوفه في المستقبل أو أفتح الاي كلاود في جهاز ثاني فأنا كنت أستخدم هذا الحركة فوقات الجامعة إذا كان مثلا أبي أسحب شيء وحطه في الايباد أبي أسحب شيء وأشوفه في الكمبيوتر بعدين في المستقبل إذا أخلص مثلا البروجيكت حقي في كمبيوتر الجامعة أبي أخذ البروجيكت هذا أحطه مثلا سيفة عندي ومسوي لي حافظة لحق الدمام والكلاس والهومورك فأقدر أسحبه وقته هنا إذا عندي ملف أنا أردي مخلصة أقدر أخذ الملف هذا وأقدر أنزل عندي تنزيل ونزل عندي في الكمبيوتر أرسل لحق واحد من الشباب أقدر يستخدم هذه الميزة بالطريقة الكاملة يعني في ميزات كثيرة لا تستخدم هذا الشيء بس أوكي ملاحظات خلاص أسجل ملاحظات ما أدري وين الملاحظة موجودة إذا في الجوال في الإيكلاود في الجيميل ثاني فتأكد وين ملاحظتك موجودة لأن الملاحظات اللي راح تسجلها يمكن أن تقول أوه مع عادي لكن بعد سنة سنتين يمكن تحتاجها وتتوهق إذا ملاحظة هذه الحذبت أو في حساب من الحسابات في نهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك في الغناة واشتراك في حساب بسناب شات شر وضوتكم وعمل أكتما قطع ونشر ما قطع ولا تنسوا نفضل دعاكم السلام عليكم